بيبدأ الفيلم بمجموعة شباب صغيرة وبيقضوا وقتهم مع بعض على بحيرة وبيكونوا عاملين مسابقة مجنونة والمسابقة دي عبارة عن ان كل فريق بيكون معه صندوق كحول وبيجروا حوالين البحيرة وبيتسبقوا على مين اللي هيوصل الاول وبيكون مطلوب من كل فريق يخلص صندوق الكحول اللي معاه في خلال طريقه هو بيجري ولما بتخلص المسابقة بيشربوا كلهم لحد ما بيذكروا وبيفقدوا السيطرة على نفسهم وبيروحوا الشوارع وبيفضلوا يعملوا التصرفات غريبة جدا وكمان بيدخلوا المترو بيوزعوا كحول على الناس وبيكون الوضع فوضى على الاخر وبعد كده بنشوف اجتماع في مدرسة الشباب دول وبتشتك المديرة ان الطلاب ما بقوش مركزين ومستواهم الدراسي بقى سايق جدا وبتقول كمان ان السبب الرئيس الكل ده هو اشربهم للكحول وبعد الاجتماع بيروحوا المدرسين لفصولهم عشان يبدأوا الحصص مع الطلاب وبيلاحزوا انهم مش مهتمين خالص بكلامهم ولا حتى مركزين معاهم وبيدخل مرت مدرس التاريخ للفصل عشان يشرح لهم الدرس وبيلاقي الطلاب كالعادة مش مهتمين وده بيأثر عليه وكمان وبيخليه ما عندوش اي شغف ان هو يشرح لدرجة ان هو بيبدأ يقول معلومات غلط وبيعدل عليه طالب منهم وبعدها بيسيب الطالب ده الفصل وبيمشي بدون اي اهتمام ولما بيرجع مرت للبيب بيقعد مع عائلته وبيتغدى معاهم وبتكون زوجته وبعدها رايحة شغلها فبيوقفها وبيسألها لو بقيت شايفها شخص ممل فبتتردد زوجته وبتقوله ان هو بقى شخص مختلف جدا وان هو زمان ما كانش كده وبعدها بتمشي والتاني يوم بيروح مرتن المدرسة وبتوقفه المديرة وبتقوله ان فيه اولياء امور عايزين يتكلموا مع ضروري فبيستغرب مرتن وبيسألها عن السبب لكنها بترفض تقوله وتطلب منه يقعد معهم عشان يعرف الموضوع منهم افضل ولما بيروح مرتن عشان يقابلهم بيتفاجئ ان عادتهم كبير جدا على عكس ما كان متوقع وبيتكلموا معاه اولياء الامور وبيقولولو ان درجات اولادهم في مادة التاريخ سهيئة جدا وبيلموه على ده وبيعرفوه ان ده هيأثر على مستقبلهم لان الدرجات دي مهمة عشان يدخلوا الجامعة فبيعتذر لهم مرتن وبيقولوه من قريب جدا هيلاقي حل عشان يخلي الطلاب يركزوا معاه ودرجاتهم تتحسن ولما بيرجع البيت بيغير هدومه وبيجهز عشان يروح عيد ميلاد صاحبه نيكولا وصاحبه نيكولا ده بيكون هو مدرس علم النفس اللي في المدرسة وبيعدي مارتن على صاحبه تومي مدرس التربية الرياضية علشان يروحوا مع بعض العيد الميلاد ولما بيوصلوا للمكان بيلاقيوا نيكولا مستنيهم هو بيتر وبيتر ده هو مدرس الموسيقى فبيقعدوا كلهم مع بعض وبيتكلموا سوا وبيجي الجرسون وبيقدم لهم خمرة فبيشربوها كلهم وبيستمتعوا مع ده مارتن وده لان هو ما بيشربش نهائي وبيتحجج ان هو عنده شغل تاني يوم ولازم يكون مركز فبيتريعه عليه صاحبه وبيقول له نيكولا ان هو فهم غلط وبيحكي له ان فيه طبيب نفس اسمه فين عمل بحث اثبت فيه ان الكحول بيساعد الشخص ان هو يكون مركز وبيقول له كمان ان البحث ده بيقول ان دم الانسان فيه نسبة من الكحول وانهم لو حافظوا على النسبة دي بمعدل ثابت هيبقوا دايما نشيطين وحياتهم هتكون افضل وبيبقى مارتن مركز في كلامه وبيصرح فيه لحد ما بيتكلم مع نيكولا بخصوص المشكلة اللي حصلت مع اولياء الامور وبيقول له ان هو محتاج يبقى واسق في نفسه اكتر من كده مع طلابه ويحاول يخلي الدروس بتاعته ممتعة شوية بدل ما هي تقليدية وبعدها بيجي صاحب المكان بنفسه وبيقدم له من هو مختلف ونادر من الكحول فبيقرر مارتن ان هو يجربه معهم وبيكسر العادة بتاعته وبيقرر ان هو يشرب وبيشرب مارتن حبه وبيفضل على وضع ده لحد ما بيشرب كمية كبيرة فبيستغربوا صحابه وبيسألوا بيعمل كده ليه فبيقرر يحكي لهم عن مشاكله مع زوجته وان هي بيتشايفامه مميل وبيتأثر مارتن جدا هو بيتكلم فبيحاولوا صحابه ويهونوا عليه شوية وبعد دقائق بيكون تأثير الكحول ظهر عليهم كلهم وما بيكونوش حاسين بنفسهم وبيفضلوا يضحكوا وكمان بيرقوسوا وبيخرجوا للشارع وبيكملوا تصرفاتهم الغريبة دي بس في نفس الوقت بيكونوا مبسطين والتاني يوم بيروح مارتن للمدرسة وقبل ما يتجه للفصل عشان يشرح حسيته وبيدخل الحمام وبيقفل الباب على نفسه وبيكون جايب معاه ازازة كحول وبيقرر يعمل زي ما نكولا قاله وبيشرب شوية ولما بيروح الفصل بعد كده بيكون اسلوبه مختلف جدا لدرجة ان الطلاب بتاخد بالها وبيكونوا مركزين معاه وبيشرح وبعد المدرسة بيتجه مارتن لعربيته عشان يرجع البيت لكنه بيكتشف ان الكحول اللي شربه ومش يخليه يعرفي سوء فبيتكلم مع نكولا وبيعرفه ان هو شرب كحول وبيطلب منه يوصله للبيت وفي الطريق بيحكي له مارتن ان هو قرر يجرب نظرية الطبيب النفس بينه ويحافظ على نسبة ثابتة من الكحول في دمه وبيتصلوا بيتر وتومي عشان يتقبل كلهم ويتكلموا في الموضوع ده فبيتجمعهم الاربعة وبيقول لهم مارتن عن الفرق اللي حاس بيه لما شرب كحول النهاردة فبيقرروا انهم يختبروا نظرية فين ويشربوا الكحول بشكله منظم وبيجهزوا بحث جديد عشان يسجلوا فيه كل ملاحظاتهم ونتيج تجربتهم وبعد كده بنشوف نكولا هو في البيت مع عائلته وبيكون دايما في خلاف مع زوجته ومش متفاهمين مع بعض فبيروح يشرب شوية كحول عشان يحافظ على النسبة السابتة في دمه ويشوف لو كان الوضع هيختلف وبعدها بيبقى مارتن في المدرسة وبيشرب هو كمان وبيشوف نسبة الكحول في دمه عشان يوصلها للنسبة المطلوبة وبعدها بيروح للفصلة عشان يشرح الدرس لطلابه وبيكون اسلوبه متغير جدا عن زمان وبيقدر مارتن ان هو يخلي الحسة بتاعته ممتعة بشكل كبير وبيتفاعل معاه كل الطلاب وبيكونوا موسطين بالحسة جدا اما بيترسلكم فبيكون في حسة الموسيقى وبيجرب اسلوب جديد مع الطلاب بعد ما بيشرب شوية كحول وبيلاحز ان الطلاب بقوا مستمتعين بالحسة جدا وبيغنوا كمان معاه وبيكونوا مسكين ايدين بعض وبيكونوا مبسوطين وفي الوقت ده بيبقى تومي مع الطلاب الصغيرين في حسة الرياضة وبيشرب الكحول برضو وبينزم الطلاب عشان يلعبوا مع بعض وبيباني عليه النشاط وان هو متفاعل معهم على عكس طبيعته قبل كده ومن اليوم ده بيبدأوا الاربعة يحسوا باختلاف في حياتهم وبيكون الغالب عليهم النشاط والحيوية وتاني يوم بيكون مرتن في البيت وبيتكلم مع زوجته وبيقول لها ان هو هيجهز الاكل لهم ولا الاولاد ولما بيأكلوا سوهم الاتنين بيقول لها ان هو عاوز ياخدها في اجازة بدل الملل اللي هم فيه فبتستغرب زوجته جدا من اسلوبه وبتكون حاسة ان هو شخص تاني خالص وبعدها بيكون في المدرسة وبيدخل صالة الرياضة وبيلاقي مدرس زميل وبيقول له ان في ازايز كحول كتير في المكان فبيخبع عنه ان هو اللي بيشرب الكحول ده وبيقول له ان اكيد حدا من الطلاب هو اللي دخل هنا وشرب الكحول ده وساب الازايز وبعدها بيحصل اجتماع في المدرسة بخصوص ازايز الكحول دي وبتكون المدير اشك ان فيه واحد من الطلاب هو اللي عمل كده فبيتجمعوا الاربع اصحاب وبيقولوا انهم لازم ياخدوا بالهم اكتر من كده عشان محدش يعرف انهم بيشربوا في المدرسة وبيتكلم معهم مارتن وبيقول لهم ان هو بقي حاسس بطاقة غريبة بعد التجربة دي فبيوقفوا كلهم على رأيه وبيقولوا ان هم كمان حاسين بدا وبيبقوا مبساطين جدا بالتجربة دي وبيعرفوا ان كلام فين صاحب النظرية دي طلع صح والتاني يوم بيصحى مارتن من النوم وبيستعد عشان يبدأ يومه وبيشرب نسبة الكحول بتاعته لكن بيقارر يزودها شوية المرة دي ولما بيروح المدرسة بيكون متحمس اكتر وبيتحرك بسرعة لدرجة ان هو بيغبط في الباب ومناخله بتنزف فبيروح تومي يساعده وبيسيبه بعدها عشان يروح مارتن للفصل بتاعه وبيبدأ مارتن حسته بان هو بيعرض صور للطلاب وبيفضل يسألهم وبيخليهم يجاوبوا وبيتعامل معهم بسلوب ممتع جدا وبيتبادلوا النقاش مع بعضه وكمان بيهزره وبيشوفوا صديقه نيكولا وهو بيشرح للطلاب بحماس والفصل كله بيكون مبسوط بالحصة بتاعته فبيتكلم معاه بعدها وبيسأله على سر النشاط ده فبيعرفوا مارتن ان هو زود الجرعة بتاعته وبعدها بيمشي وبيبعد رسالة لزوجته عشان يحدد معها معاد ويروحوا الرحلة اللي تكلموا عليها والتاني يوم بنشوف فيتر هو في المدرسة وبياخد باله ان في واحد من الطلاب اسمه سباستين بيبقى حزين جدا فبيتر بيتكلم معاه وبيسأله عن سبب حزنه وبيكون فاكر ان الموضوع عبارة مشكلة عطفية او حاجة شبه كده لكن لما بيقعد معاه بيعرف ان هو بيمر بمشاكل في الدراسة وخايف ان هو يعيد السنة فبيقول له بيتر ان كل اللي هو فيه ده توتر مش اكتر والمفروض ان هو يهدأ عشان يركز في الدراسة والامتحانات وبيتفاجئ سباستين لما بيقول له بيتر ان هو يقدر يشرب كحول قبل الامتحان علشان ده هيقلل التوتر اللي عنده وبيقول له بيتر ان الموضوع ممكن يباني غريب شوية لكنه حقيقي وبيعرفوا كمان ان هو مش هيقول لحد في الوقت ده مارتن بيكون في رحلة تجديف مع عسرته وبعدها بيرحوا يخيموا في الغابة عشان يباتوا هناك وبيفضلوا يتكلموا سوا كلهم وبيقضوا وقت لطيف سوا وبتكون علاقته تحسنت جدا بعيلته الفترة دي على عكس الزمان وتاني يوم بيتجمعوا الاربع صحاب في بيت نيكولا وبيقول له من هو عاوز يجرب حاجة جديدة معاهم ولما بيسألوا بيعرفوا من هو عايزوا مشربوا كتير جدا لحد ما يوصلوا لاكبر ناسبة من الكحول في دمهم فبيوافقوا كلهم وبيبقوا عارفين ان الموضوع هيبقى ممتع لكن مارتن بيرفض يشارك معاهم وبيكون شايف ان حياته مشي بشكل كويس ومش محتاج يعمل كده وبيفضلهم التلاتة يشربوا كل انواع الكحول وبيكونوا مبسوطين وفي الوقت ده بيجهز مارتن وبيكون هيمشي ولكنه فجأة بيضعف وبيقرر يشارك معاهم وبيفضل يشربهوا كمان وبعد شوية بيكون مفعول الكحول بدأ يأثر عليهم فبيشغلوا اغاني وبيرقصوا وبيكونوا مش حاسين بنفسهم ومش بيكتفوا بكده وبس ولكن بينزلوا الشارع وبيدخلوا المحلات وبيعملوا مشاكل كتير جدا وبعدها بيروحوا بار عشان يكملوا صهرتهم وبيفضلوا يشربوا كمية كبيرة جدا من الكحول برضه وبيتصرفوا بشكل جنوني اكتر وفي نهاية اليوم بيتجهوا كلهم للبيت وبيكونوا ماشيين بالعافية ومش حاسين خالص بنفسهم ولما بيرجع عنيكو للبيت ما بيقدرش يحافظ على توازنه وبيوع على السلم لحد ما بيطلع بصعوبة والتاني يوم الصبح بيكون مرت ينفقد وعيه في الشارع بسبب الكحول الكتير اللي هو شربه وبييجي ابنه وبيشوفه هو مغمى عليه فبيساعده وبيشيله عشان يرجعه للبيت ولما بيفوقه وبيقعد مع اسرته على الغدى بتكون زوجته متضايقة منه جدا لان ابنه شافه في الحالة السيئة دي وبتطلب من اولادها يدخلوا غرفتهم عشان تتكلم على وحدهم وبتسأله زوجته عن اللي بيحصل وبتقوله ان هو بقاله فترة بيتصرف في شكل غريب وبقيت حاسة ان هي ما تعرفوش وبتفضل تلومه وبتلمح له ان هو ما بقاش زوج مناسب فبيسألها مارتن لو كانت تعرفت على شخص جديد فبتسكت وبعدها بتقوله ان هي كانت حاسة بالوحدة ومش عارفة تتقلم على الوضع معاه فبيتعصب مارتن وبيكسر الحاجة اللي قدامه وبيسيب لها البيت وبيمشي وبعدها بيروح لاصحابه وبيحكي لهم على اللي حصل وبيفضل يشرب كتير عشان ينسى الموقف ده وطبعا اصحابه بيشجعوا على ده وبيشربوا معا كمية كبيرة جدا لحد كلهم ما بيفقدوا السيطرة على نفسهم تاني ولما بيفوقوا شوية بيتكلموا عن مشاكلهم اللي حصلت بسبب الكحول وبيقرروا انهم لازم يوقفوا التجربة دي وتاني يوم بيروحوا المدرسة وبيكون عندهم اجتماع مع المديرة وبيتقولوا مني عرفت ان في مدرسين بيشربوا كحول في وقت شغلهم وفجأة هنا بيظهر تومي وبيدخل القاع عليهم كلهم وبيكون سكران ومش حزز بنفسه وبيكون شكل وحش جدا قدام المديرة وكمان كل زميله فبترفضوا المديرة من الشغل وبيساعدوا مارتن عشان يوصلوا للبيت ولما بيوصلوا البيت بيسندوا مارتن لحد ما بيوديلي السرير علشان ينام لانه بيبقى فاقد الوعي وبعد شوية بيفوقوا بيروحوا يتكلم مع مارتن لكن الكحول بيبقى لسه مأثر عليه وبيشكروا تومي جدا على مساعدته لي وكمان لانه هو نضاف للبيت هو نايم ولما بيروح تومي عشان يشرب كحول تاني بيقولوا مارتن بلاش وبيقدر يقنعوا انه هو يبطل شرب وبيقولوا تومي ان اللي حصل في المدرسة ده مش مدايقه خصوصا انه هو كان في مصلحاتهم هم وشال هو ليلة كلها ولما بيسلم عليه مارتن عشان يمشي بيوقفوا تومي وبيقولوا انه هو لازم يصلح الوضع مع مراته وبيفكروا انهم كانوا دايما بيحبوا بعض وما ينفعش يهدوا الحب ده بعد السنين دي كلها فبيقتنع مارتن بكلامه وبيعز مراته تاني يوم على الغداء بحجة انه هو عاوز يكلمها بخصوصا ايد ملاد ابنه ولما بيتقابله وبيقولها انه هو بيحبها وعايز يرجع لها تاني ومستعد يتغير عشانها لكن هي مش بتصدقه وبتقوله ان هي مش مستعدة ترجع له تاني فبيمسك مارتن ايديها وبيتأسف لها على كل اللي حصل وبيعرفها ان هو ما بقاش يشرب كحول كتير زي الاول لكنها بتصمم على قرارها ده وبتقوله ان هي اسفة ومش هتقدر ترجع له وبعدها بتسيبه وتمشي وتاني يوم بيروح مارتن المدرسة وبيتكلم مع الطلاب وبيقولهم انهم وصلوا لنهاية السنة الدراسية وبيودعهم وبيقولهم يركزوا في الامتحانات وبيقولهم ان هو واثق فيهم وعارف انهم هيشرفوه ويوم الامتحان بيروح بيتر يتكلم مع اسباستين وبيكون شايف ان هو لسه متوتر فبيديله بيتر ازازة مية وبيبقى فيها كحول وبيقوله يشرب شوية قبل الامتحان الشافوي فبيسمع اسباستين كلامه وبعدها بيروح عشان يمتحن وبيكون بيتر هو المدرس المسؤول عن الامتحان وبيبقى معاه مدرس تاني ولما بيبدأ اسباستين يجاوب على اسئلتهم بيبان عليه التوتر والخوف فبيقوله بيتر يشرب شوية من ازازة المية علشان يجمع افكاره كويس ولما بيعمل كده بيحس براحة اكتر وبيقدر يجاوب باسلوب احسن وبكل ثقة وبعد فترة بيكون تومي مش لاقي حاجة يعملع في حياته بعد ما اتفصل من المدرسة فبيقرر يروح رحلة للبحر بالقرب بتاعه وبيحاول يستمتع بوقته وفي الوقت ده بتكون نتيجة الطلاب طلعت وبينجحوا كلهم حتى سباستين وبيروح بيتر يسلم عليه وبيبريكله على نجاحه فبيشكره على وقفته جنبه وانه كان بيساعده وبيحتفلوا معاهم المدرسين وبيعملوا حفلة في المدرسة وبيكونوا كلهم مبسوطين لحد ما بييجي نيكولا وبيقول لمرتن انه فيه خبر وحش جدا وبيعرف مرتن ان صداكن تومي مدغر ان في البحر بعد ما شرب جرعة كبيرة من الكحول فبيزعلوا كلهم على موته وبيكونوا حاسين بالزنب لانهم كانوا سبب في ان هو يشرب الكحول وبعدها بيروحوا الجنازة بتاعته عشان يودعوه وبيكون موجود في الجنازة كل صحابه وكمان طلابه وبيوضعوا الطلاب وبيغنوا الاغنية اللي هو كان بيقولها معاهم وقت التمرين وبعد العزق بيتجمع مرتن مع صحابه وبيروحوا مطعم عشان يتكلموا مع بعض وبيحكي له من يقولوا عن حياته بعد ما قلن الكحول ورجع لحياته الطبيعية وبيقول لهم ان الوضع بتاعه بقى احسن بكتير خصوصا مع اسرته وفاجأ بيلاقي مرتن رسالة جاياله وبيتفاجئ ان زوجته هي اللي بعتاها وبتقولوا ان هي مفتقدة جدا فبيعرف ان الحياة ديت له فرصة تانية عشان يصلح كل اللي بوازه وبسبب الكحول وبيخرج من المكان عشان يروح يقابلها وبيلاقي ان الطلاب كلهم متجمعين قدام المطعم ومستنينهم عشان يحتفل معاهم وبيفضلوا يرقصوا ويغنوا وبيقرر مارتن يشارك معاهم وبيتدركوا كلهم هنا ان الكحول عمره مكان حلل للمشاكل بتاعتهم ولكنه كمان بيتزود المشاكل اللي عندهم وبيكونوا تعلموا الدرس بعد ما خسر كل واحد فيهم حاجة غالية عنده وبيشوفوا نفسهم ان هم محظوظين عشان خدوا فرصة تانية على عكس تومي صاحبهم اللي مات بسبب الكحول وبيخلص الفيلم ما تنساش تقول رأيك في الفيلم ده في التعليقات وتقدر كمان تقترح علينا افلام في التعليقات نلخصها على صفحة فيلم تشينو وما تنساش تعمل فوله لصفحة عبد العاطف عشان تتابع الملخصات الكوميدية ويلا سلام